نتحدث أكثر عن هذا الموضوع من بغداد ينضم إلينا دكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية مساء الخير دكتور واثق إذن على الرغم من الدحر العسكري وأعلان الانتصار العسكري هناك مخاوف واضحة مخاطر ومن أبرزها طبعا هذه المواد الكيميائية التي تم عثور اليوم على أكبر كمية منها بطلع فربيل موصل 40 طن ما الذي مازال بحوزة داعش وأين مساء الخير أستاذة ميسون أنا أعتقد ما حدث هو ليس شيئا مستغربا على اعتبار أن بعد عمليات التحرير تبدأ عمليات التمشيط لمناطق واسعة في الأعراضي العراقية وربما سنجد حتى في المناطق الصحراوية المتاخمة للحدود السورية أكداس من العتاد أو المواد التموينية قام تنظيم داعش بتغزينها لأغراض الاستمرار في المعركة وهذا تعودنا عليه الأمر لسياقات تنظيم داعش هذه المواد الكيميائية التي تم العثور عليها بالمناسبة هي بعد أن احتل داعش المحافظات الثلاثة استطاع الوصول إلى مناطق الأقضية والنواحي التي بها محطات لتنقية المياه وتحتمد بالأساس على مادة الكلور تم تجميحها مع وجود مواد غاز الخردل بوجود الخبرات الكيميائية من ضباط الجيش العراقي السابق الموجودين مع تنظيم داعش استطاع التنظيم أن يستخدم بعضها في معارك محدودة وكان يخطط لاستخدامها بشكل كبير في معارك الموصل ومعارك تلافر لكن الضربات الجوية مقتل قيادات داعش بأغلبها كان من الصعوبة بما كان هذا التنظيم يستخدمها لعدم وجود مدفعية ثقيلة بعد تدميرها باستثناء الهوانات التي يكون مداها قصير أنا أعتقد المرحلة القادمة قوات العراقية ستحثر على المزيد من الأسلحة وبالمناسبة قبل يومين أثروا على مقبرة بها رفات أكثر من مئة قتيل من تنظيم داعش الإرهابي في إحدى المناطق الموجدة في البحاج طبعا هي مهمة هذه العمليات ولكن لنشرح أكثر لماذا هي مهمة هذه كذا إنجازات للقوات العراقية علما بأنه هي مؤخرا بعد ما حدث عسكريا لا يستخدمها داعش صحيح لأسباب عديدة ومنما ذكرتوا بأنه لا توجد لديه أصلا المدفعيات التي تحملها كذا مواد تفضل دكتور واث هذه المرحلة تسمى مرحلة استثمار الفوز في المعارك تمشيط ترتيب تأمين المناطق الوصول إلى الحدود ربما داعش يعرف هذه المكانات ربما يحاول أن يتسلل ويستخدمها في وسائل أخرى العملية الآن القوات العراقية تقوم في مناطق لم تصلها في السابق خاصة في المناطق الحدودية المتاخمة للحدود التركية والحدود السورية هناك أنفاق تحت الأرض هناك مظافات هناك أقداس للإعتادة نتوقع في المرحلة القادمة ستحثر القوات الأمنية عليها عملية استلاء عليها وتدمير ما يستطيع تدميرها ستؤمن المدن المحررة تأمين الأهالي تأمين القوات الأمنية وضبط الحدود بشكل كامل على اعتبار لا تزال هناك مشاكل على الحدود العراقية السورية وفق معلومات الاستخباراتي التنظيمي حاول أن يعيد تنظيمها في المناطق المتاخمة للأراضي العراقية السورية في الجانب السوري مع كل هذه الجهود نتحدث أيضا عن مقتل وإصابة العشرات من الدواعش غرب الموصل ولكن لنسلط الضوء قليلا على القوات العراقية ما زال هناك انتقادات حتى من الداخل يعني في ضعف قليل بالقيادة والمنظومة أين تلحظ هذه بالعمليات اليوم القوات العراقية على مستوى السوق العسكري أنهت عملياتها لكن أنا دائما أقول وفي قناتكم تحدثت سابقا أن العمليات ربما تستمر عام واحد ما تسمى بالعمليات الاستخباراتية أو عمليات الوصول إلى الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي اللي يحاول أن يرسل رسائل إلى جمهورة وإلى المواطنين نحن موجودين عن طريق التفجيرات في مناطق مكتظة بالسكان عمليات خطف عمليات سيطرات وهمية كما حدث في منطقة الحويجة لذلك القوات العراقية تتعامل اليوم بالمعلومة الاستخباراتية أولا التعاون مع المواطنين ثانيا وصول الأهداف نعم هناك أخطاء تحدث في هذه العمليات خاصة في مناطق شاسعة لا يمكن القوات العراقية أن تفرض أو تضع قطعات في كل مكان من الأراضي المحررة لذلك تعمل التعاون مع ما يسمى بالمقاتلين المحليين التعاون مع المحافظات التي حررت وأقضي ونواحي في مناطق واسعة ربما أكثر من 600 كيلومتر موجودة بين الحدود العراقية والحدود السورية أنا أشكرك جزيلا على وجودك معنا على كل هذه المعلومات من بغداد الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية